موسيقى السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط من مجلة القرش الاخوات والاخوة اللي كيقولوا لي في نارك غابر يا حاتم تنجاوبون بانو انا تنحط قريبا فيديو كل نار يعني ناديران الى كنت مريد ولا كنت عندي شي حاجة عاد فاشكن منك نار ولكن تقريبا رأى فيديو كل نار وفيديو واحد نار الحد كنديل في حلقة تضحك تخسر في القناة الثانية ومجلة القرش جوج يعني ما شئ انه اللي غابر رأى التنبيهات لما كيبقاوش يوصلوا للجامعة بسبب التبليغات على القناة المهم انتم معلومين انا معاكم تقريبا كل نهار ومرة مرة بقوا ودخلوا للقناة ستلقاووا الحلقة الجديدة جربت قاعد الحلول ولكن رأى منازلنا لنا بالسينيال والتبليغات وتقريبا القناة ولا تعتبر قناة غير مرغوبة فيها ذلك الشيء التي ترى ان نسبة المشاهدات نزلت بزاة اليوم سيناقش بيكون استمتاع صفعة المملكة الاسبانية الواحد الدولة منها كواقع وردت فعل الجزائر والاعلام دياله لكن قبل ما نبدأ دعونا نرجعوا في الزامن الوارع ونقرأ عليكم هذا العنوان من مقال جريدة الشرق المغرب معزول بين حلفائي التقليديين عكس ما يروجه النظام هذا كان العنوان في السنة الماضية ونقرأ عليكم واحد الفقرة من هذا المقال قطع المغرب اتصالاته الديبلوماسية الرسمية مع المانيا بشأن سلسلة مما وصفه بالخلافات العامقة وسحب ايضا المغرب في ماي 2021 سفيرته لدى اسبانيا يا هلية كنتك تروج وفرحانين ان المغرب معزول مع كل فائية تقليديين ونحن اليوم في شهر 4 عام 2022 ماذا معزول فينا؟ المملكة المغربية القوى الاقليمية او الجزائر الدولة الوظيفية اللي يجاك اشتفع لها وما تنسوش وخطبة العلاقات مع فرنسا ومع الرئيس ماكرون كنتذكركم ان الرئيس الفرنسي اشتفع لكم واهان الجزائر دولة وشعبا ومع ذلك رجعت العلاقات ورجعت السافير صغيرين تنذكركم ان المانيا اعترفت بمغربية الصحراء وعلاقتها مع المغرب حاليا اقوى من العلاقة اللي كانت مع المانيا ديال انجيلا ميركل اسبانيا المستعمر للصحراء المغربية بدورها اعترفت بمغربية الصحراء يعني الجزائر الحالية تعيش ازمة اقليمية عربية اوروبية غير مسبوقة في التاريخ ديال الجديد مدفزين مع المغرب ومدفزين مع اسبانيا والمانيا وشوية مع فرنسا حيث ما قدرتوش على السخط ديال الام المهم هذا غير تذكير بسيط بشعر فرنسكم معامل وكيف ما تقول المثل الفرنسي يضحكوا من يضحكوا في الاخير انتم مش بعانين نضحك من الول وكتاكلوا الصفعات في الاخر او كيف ما تقول المثل الكاميروني ما تفرحش حتى يصفر الحاكم ماركونا ماركونا وش دبافة العزلة الجزائرية وش اسبانيا هي اللي تجاوزت الحدود ولا الجزائر الجزائر برئاسة تكذبون هو اللي بتصدع من الول لانه اسبانيا بالول كانت تحاول تبرده ما اعطيتش اهمية لتصريحات المسؤولين الجزائريين والاعلام الجزائري فاش عطرفات بمغربية الصحراء كانت تقول كما العادة وكيف ما مغالفين سيبدو يديرو هاو 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 واحد شوية ويسكتو لكن من انك تسمع رئيس الدولة الجزائرية يدخل في شؤون اسبانيا الداخلية والقرارات السيادية دياله فهنا مبقاتش هذه ديبلوماسية جزائري بل ولات واقاحة جزائري غير مقبول من رئيس دولة ان يصف بيدرو سانشيز بالدكتاتوري الذي يأخذ قراراته لوحده دون ان يستشير مع مؤسسات الدولة الاسبانية غير مقبول من دولة تدعي ان ملاحدة في الملف ان تسحب السفر للاعتراض على قرار سيادي من اسبانيا غير مقبول من كتبون ان يصف قرارا سياسيا بين المملكتين بالقرار الغير اخلاقي او يعتبره مخالف للقانون الدولي اشدخل حماركم الاسبوع الفرص وشوفوا الرخص كدير الجزائر التي تدعي ان تحارب الاستعمار تطلب من اسبانيا ان تعود لاستعمار الصحراء من جديد الوقاحة دوت كوم وزير خارجية اسبانيا قال له لن اطاعم الخلافات العقيمة لكن اسبانيا اتخذت قرارا سياديا ضمن الشرعية الدولية وليس هناك شيئا اخر يمكن اضافته ما تبقى لديه هو ما قلناه لأسابع الضمان الكامل لتوريد الغاز من الجزائر لاسبانيا والاحترام الصارم للعقود الدولية التي ابرمتها شركاتنا الاسبانية مع الحكومة الجزائرية يعني بكل بطاطة تقول لكم وزير خارجية اسبانيا الجزائر اعطينا الغاز وبالعفم لبالغباء الجزائري وغياب الدراية بالقوانين والتقاليد الدبلوماسية ردت من الجزائر دولة اضحوكة ردت من الجزائر ايضا دولة مراهقة واقحة تعتقد انها يمكن اتهاجم اي دولة اسبانيا بكل بساطة حطت نقط على الحرف وبينت العالم على ان الجزائر هي مجرد شركة لتوريد الغاز الى اسبانيا او ايطاليا فقط يعني اسبانيا بالنسبة للجزائر هي سوناتراك الغباء الجزائري يجعلهم يضلوا على انه ممكن يضغطوا على اسبانيا لتغير الموقف وهو نفس الغباء اللي يجعلهم يضيقوا على انه ممكن يدفعوا امريكا لتغير المرسوم الاعتراف والاخطار هو انه مشوا بعيد وغير مؤخرا هددوا اسبانيا برفع اسمنة الغاز عليها ببحدة ومشوا يتقربوا من ايطاليا لتزعموا يقليوا السم لاسبانيا وخاما عندهم مش الزيت لتقليوا ذلك السم وانسوا ان اسبانيا عندها مؤسسات ومخابرات كتدرس كل خطوة وكتأخذ عليها قرارات او توجهات مستقبلية لكي نضعكم في الصورة غلقتوا انبوب كامل على اسبانيا بسبب المغرب وهذا شيء اسبانيا ما درتوها ازدتوا الغاز لايطاليا ورفضتوا تعطيه الاسبانيا هددتوا انه ستكون الوحيدة اللي ستزيدوا عليها اتمينة الغاز ماذا بغيتها تدير معكم؟ ارعلي الصبر حدود اسبانيا كتشوف انها اصلا خاسرة خاسرة مع الجزائر مع العلم لان فتك الوقيتها ما درتوها فاللهو ما تختار الشرعيات الدولية وتجمع مع اخوتاتها المانيا امريكا فرنسا وتعترف بمغربية الصحراء ولا تبقى مدبزة مع الحمق على الاقل ستنهي الازمة مع المملكة المغربية وسترجع لعلاقات رابح رابح اما الغاز الجزائري فممكن تعويده بكل سهولة غير عملية مرحابة ممكن تعويد مداخل الغاز كامل للجزائر دبا النظام العسكري ما فهمش لان اوروبا رأى محاصرة من جهات الشرق بسبب روسيا واوروبا كقارة مصنعة وتجارية وخية على شكل شبه جزيرة ولكن اليوم بسبب روسيا رأى ولت جزيرة ولت معزولة تقريبا جغرافيا فعادي انهم يحاولوا يقلبوا على منفذ من جهة ثانية من جهة مصر ممكنت مثلا يوصول افريقيا لان مصر والسودان عندهم مشاكل مع ايتيوبيا واتيوبيا اصلا امنيا عندها حرب اهلية بين اقليم تيجراي والسلطة المركزية ليبيا رأيكم عارفين الوضع كيف اجدار وكنتمنى لهم الفراج عن قريب تونس محاصرة من طرف ليبيا والجزائر جنوب الجزائر الجنوبية كان في الساحل والارهاب يعني اوروبا كيبقى لها الحل الوحيدية لمملكة المغربية لكي تفتح شرايان تجاري الى افريقيا واسواق افريقية جديدة عن طريق القرقارات موريطانيا ووصولا للغرب الافريقي وحتى لو استثنينا موريطانيا من هذا الطريق فالمغرب ستكون عنده همزة وصل مباشرة بفضل ميناء تجاري الكبير للداخل يعني كما قال وزير خارجية اسبانيا ثم مجرد مورد للغاز نقطة ورجع نسطر والمغرب مؤخرا تكشف على حقول كبيرة هذا الشيء غري الاوروبي زيادة على انه الوحيد اللي ممكن يوصل الغاز النيجيري بطريقة امنة ومتواصلة الى اوروبا عبر انبوب نيجيريا غرب افريقيا موريتانيا والمغرب تتشدني الدحكة لكي تفكر عمار البلا فرحان بقرار المحكمة الاوروبية مسكين ما عنده شبعد نظر تصريحات وزير خارجية اسبانيا في محل ديالو تصريحات قوية كتأكدة لان اسبانيا ما بقى عندها اصلا ما تخسر مع الجزائر وخرج اليوم العين الحمراء باش يفهموا انه تجاوزوا الحدود للباقة الدبلوماسية هذا شيء كامل كي يصب في مصلحة المغرب لكي يعلم العالم واوروبا بتحديد على ان الجزائر في صراع مباشر مع المغرب وليس كما تدعي انها تدافع على البوليزاريو من بعيد هاد الواقع حدي الكتبون رافات الدفاع للبوليزاريو ولا تهكم على المملكة الاسبانية الشقيفة واش عرفتوش ناول معنى ديل ان يصف وزير خارجة اسبانيا الامر بانه لا يريد تغذية خلافات عقيمة يعني راي يصف تصريحات كتبون بانه عقيمة وغير مهمة المهم خرج عمار البلاتي دافع على الرئيز يلوغا اليوم نتأسف لتصريحات وزير خارجة اسبانيا وقال ان مثل هذه التصريحات لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات التنائية الى طبيعتها وسيتعين على الوزير الاسباني تحمل العواقب وبشاخ على تحمل العواقب وتقول غير اوباما اللي يقدر وكي تعلموه مازال زيدين فيه اصلا ما هو منصب عمار البلاء اللي يخاطب وزير خارجي الدولة اوروبية مبعود بوليزاريو ما عنده حتى معنى وحتى قيمة ديبلوماسية في الدولة هنا تنترحو تساؤل كبير اين هو اللقاح لا اسمحوا لي اسمحوا لي اين هو وزير خارجية الجزائر العمامرة من هذا الشيء كامل على الشيخ اللي يخطبون وهذا عمار البلاء يتكلموا باسم وزارة الخارجية الجزائرية ما كان شيء خلاف بين الرئاسة والخارجية الجزائرية ما العمامرة صافي حرق لأورق دياله ستجربوا عليه تقتلوني بالضحك الجرارة ما يسمى العمامرة اسد ديبلوماسية وهو دايما فشكة حماد القادية تخبى والناس همال يدخلوا بلاسه مرة يدخل قوجيل مرة كدبون مرة وزير جزائري مرة عمار البلاء واذا لها الدرجة العمامرة ما عنده حتى قيمة المهم نرجع لها عمار البلاء حاولت وزارة الخارجية الاسبانية حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الاسبانية لكن نحوزه على تسجيل صوتي يؤكد ان الوزير قد ادل بالفعل بتصريحات موسيقى وتتناقض مع السلوك ولا باقة البروتوكولية شوف ماذا يضرع على الباقة البروتوكولية اعاود تسمع الكذبون ما قال لابيدرو سانشيز وعلى اسبانيا وعلى السيادة الاسبانية لتعرف الباقة البروتوكولية صراحة هناك شيء يفرحني ويعجبني خصني غير القلياء هذا شيء مهم لكي يعرفوا ان الجزائر تتعامل بمبدأ العصابات وعرفين خطورة ان مبعود صغير في الجزائر يهدد وزير خارجي الدولة أوروبية ويقول لي رأس جناك صوتيا هذا شيء يدرون العصابات وحط لي تسجيلات في اليوتيوب وذي العنوى المثير عاجل شاهد قبل الحد في تصريحات وزير خارجي اسبانيا وهو يصفع الجزائر وشحال عزيزة لكم البكائيات وشحال عزيزة لكم تكونوا محقورين تبغيو ديما يكحلوها يزيدوا يعميوها من بعد الصفحة على اسبانيا التي رجعتهم من حجمهم الحقيقي هذا ما قال لك لارا وزير خارجي اسبانيا تعدى علينا أكثر من هكا وراء سجنة وسوف تشكوه منه ماذا ستفعله؟ ستعيطوا على أونتوني بلينكون وتشكوه له كنتم في التسعينيات كما قال واحد الصادق في قناة لغوتي البرايمي كنتم تقولون الحسن الثاني ماذا تشكوه الأمريكان؟ ماذا تشكوه الأمريكان؟ لا يكذبون ماذا تدعو قطيان وتسجيل صوته ومنشور ماذا تشكوه؟ انا نقول لكم لكم الكنترخطة الجزائر وماذا يفعلون هذا؟ ماذا تشكوه في المتحان ويقل حتى الاسم الكنية صاحبه؟ وراءة الجزائر شاهدت كيف المملكة المغربية أطاحت بوزيرة خارجية اسبانيا أرانشا جونزاليس ويجبون أن يفعلون نفس الكنترخطة وإذا لحظتم معي يحاولون أن يركزوا الضغطهم على وزير خارجية اسبانيا لأنهم يتحبون بأن الحلقة الأضعف ويتمحلسوا ويجبون الدولة الإسبانية ويجبون أن يدرون لهم كما يدرون مع المغرب نقسم بالزفحة للنقلة لا تعرفون ماذا تنقلوها واذا تعرفت ما هي وزير اسباني يقول لكم لا أريد تغذية خلافات عميقة؟ هذا معنى أنه بإمكان يعطيكم اللودن ويزيد عطاكم العاصر ويتعدع لكم إلى أبغى ولكن هذا الشيء البرعات والدرار الصغار والخلافات العاقيمة لكم ليس مهمة بالنسبة له وإذا كان شيء تعدده أكثر من هذا وما أعرفت وإذا لم تنقلوها وأنتم دولة غازية رغم الغاز الذي لديكم ومعنى أنه يقول لكم الغاز مضمون لإسبانيا وهذا أهم شيء هذا معنى أن إسبانيا لا تريد أي علاقات مع الجزائر من غير أنك تصل على الغاز يعني الجزائر بالنسبة لإسبانيا حاليا رئيسون ترك ما العزلة العربية والدولية والإقليمية الحقيقية كيف حدث؟ البوليزاريو أنا أكيد تقول هذا غير بقرينة بوتفليقوس الذي لا ينطق والذين يكذبون هذا الذي لا يسكت وكل كلمة تقولها ترجع البوليزاريو للسنوات الضوئية الوراء النظام العسكري الفاشل ديبلوماسيا يحاول يدر الفتنة داخل إسبانيا بإتارة هذا الموقف الإسباني لأن المجتمع المدني بدأ ينسى البوليزاريو بدأ ينسى المشكلة للسحراء وكذلك بعض الإسبانيين ينضر رئيس الحكومة ويستغل لهذه الغضبة ديالجوائر ولكن الذي يأتي لهذا النظام البائس هو أن خطوة الحكومة الإسبانية كانت مدروسة قانونيا وممكن أن يتراجع عليها أو يلغيوها وحتى لو لغاوها صورة إسبانيا كدولة دات سيادة ما ستبقى ثانيا المغرب لا يخسروا ويرجع إسبانيا لمرحلات ما قبل الأزمة وستخسر أما دابا رغم الاعتراف الإسباني فالجزائر ملزمة بتسليم الغاز واحترام العقود مع الشركات الإسبانية والتأكيد الكدول مؤخرا كان فرصة ذهبية استغلتها جيدا إسبانيا فأخبرهم أن لا نقطعوا الغاز وضعوا الجزائر أمام الأمر الواقع ما فهمت دابا؟ وصل الغاز وباللعب في المستقبل القريب سنسمعه بعد تصريحات من بيدرو سانشيرز وممكن وزير الداخلية حاول يخفف لهم ويلطف لهم هذه الصفعة للوزير خارجية إسبانيا أنا حسب رأيي الشخصي إسبانيا خاصة ما تلقاش التعاطى مع البراش وتمشي عند فرنسا وتطلب التدخل وزير داخلية فرنسا أو ماكرون سيشدوا التليفون ويقولوا الكتبون ميك على إسبانيا وخليك تلعب مع العدو الكلاسيكي براكالك وإلا سنجعل لك شيء تصريح ونجبد لك شيء ورقوص وننشرها وإلا ما بغيت تحشم سنجبد لك الضواصة للعشرية السوداء والجنرالات ديالكم مباشرة من بعد المكالمة الفرنسية ستلقى السفيل الجزائري ومشى الجزول الكاناري والاندورا وبشوية بشوية حتى تلقاه في مدريد وعقولهم بزيانة جراروان فرنسا حاولت تدخل باش تكون وسيط بين إسبانيا والمغرب في الأزمة ديالة والمغرب رفض رفضا تاما للوساطة فعندكم تتبعوا الفرنسا وتتنموا البطيح الإسباني نحن مراقبينكم الى عجباتكم حلقة اليوم لا تنسوا اخوتي تدعموا القناة وتحميوها من تبليغات بالإعجاب ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء ولكن انت اول مرة تشوف هذه القناة لا تنساش تشارك معنا بالضغط على الزر هذا وتفعل جرس انبيئات لكي يوصلوك للحلقات القادمة وإنما زال ما تفرش في اخر حلقة ستلقاها هنا شكرا على المتابعة ديالكم والدعم ديالكم القناة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم